السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين أهلا بكم بهذه التقطية الخاصة لعملية طوفان الأقصى هذه العملية اليوم اللي نفتخر كقناة الأيام الفضائية وهذه التقطيات المباشرة والمستمرة اللي في كل الساعات هناك اهتمام كبير جدا بهذه القضية المهمة وهذا واجب إن كان واجب وطني أو واجب شرعي اليوم أريد أن نقول لكم مشاعر العاملين في قناة الأيام الفضائية بنقل هذه الأحداث وصلنا إلى مرحلة بسبب هذه العملية اليوم غيرت عندنا المعطيات وزادت عندنا الأمل بتحرير الأقصى وتحرير فلسطين وأنه بالمستقبل القريب نسوي تقطيات مباشرة من داخل فلسطين مراسل أو مقدم برامج راد تل الربيع مقدم آخر راد القدس مقدم آخر راد مدينة أخرى فإن شاء الله ممكن كان عندنا إحباط من السنوات الماضية والعقود الماضية بسبب اليوم للأسف للأسف الأنظم المتخاذلة مع هذا الكيان ولكن لما نشاهد هذه العمليات الكبيرة وهذه العمليات النوعية وتغيرت اليوم قواعد الاشتباك بهذا النصر الكبير خلال 48 ساعة 800 قتيل إسرائيلي شيء تاريخي جداً زاد أدنى الأمل وإن شاء الله يتحقق هذا الأمل بأسرع وقت طبعاً اليوم موضوع حلقتنا وموضوع هذه التغطية مثل ما قلنا هو على موضوع طوفان الأقصى ولكن اليوم العملية مختلفة ممكن سابقاً تكون عمليات قصف بالمدافع بالهاوانات في صواريخ صغيرة وتصل إلى الأراضي الصهيونية فلسطين المحتلة ولكن لما نشاهد اليوم أن قواعد الاشتباك اختلفت كواليس اليوم اللي قاعدة تصير دبلوماسياً في العواصم العربية والغربية بعد ما تقدر اليوم تحدد أنه وقف وطلاق النار أو خلنت تجه إلى هدنة بتغيرت اليوم الكلمة الأولى والأخيرة للمقاومة مقاومة مستمرة بعملها كلها راهنت أن هذه العملية ساعات وتخلص بسبب اليوم الحصار الدائم على غزة وعلى مناطق المقاومة ولكن الصدمة الكبرى أنه قاعدة تزيد ساعة بعد ساعة كل خمس دقاء قاعد نسمع خبر جديد بالأراضي المحتلة فهذا الشيء كبير جداً اليوم أيضاً راح نناقش مواقف العراق الوطنية تجاه القضية الفلسطينية بمختلف الأنظمة مختلف الرؤساء دائماً العراق منذ بداية الأزمة أو بداية القضية الفلسطينية هو ثابت على قضية وحدة وممكن من النوادر أن تتفق الأنظمة السياسية جميعاً بالعراق على قضية وحدة وهي قضية فلسطين فهذا الشيء فخر لكل عراق طبعاً أحبت المشاهدين ضيوفنا اللي متواجدين ويانا أكيد الدكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات أهلاً وسهلاً بك دكتور أهلاً وسهلاً مرحباً وأكيد أيضاً نرحب الأستاذ مهند جواد عضو شبكة الهدف أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً ومعانا عبر الاسكايب الأستاذ عدنان الأثندي الباحث السياسي أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك إلاكم الله سيد وسهل ربي خليك طبعاً كل التحية لكل ضيوفنا العزاء وأبدأ مع الدكتور محمود الهاشمي دكتور محمود العراق منذ عقوده منذ بداية أجمة فلسطين أو القضية الفلسطينية ثابت على مواقف وحدة وهو دعم القضية كيف تقرأ هذا الشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم على هذه التغطية لهذه المعركة النبيلة المشرفة للأمة وتحية لبرنامجكم الموقر ومشاهديكم الكرام وضيفيكم العزيزين سيدي الكريم ربما أنا عشت القضية الفلسطينية أكثر من الزملاء ربما الضيفين صحيح وآخرين باعتبار قد قارب عمري السبعين عاماً الصحة والعافية دائماً الله سلمك وينشرفني أنني عشت هذه التجربة منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة وكنت شاهداً وراعياً لهذه التجربة ومدافعاً عنها مرة أكون مدرساً وأتحدث مع الطلبة عن القضية الفلسطينية ومرة أكون تلميذاً كنا نجمع الدراهم والعملة البسيطة وندفع بها من داخل المدارس ونرسلها إلى الشعب الفلسطيني وإلى المقاومة الفلسطينية نعم وكذلك كشاعر أيضاً طالما كتبت قصائده بحق فلسطين وكنا نعتقد في ستينيات وسبعينيات وثمانيات القرن الماضي أن الشاعر والأديب الذي لا يكتب عن فلسطين ليس بشاعر وكشاهد على كل ما رأيت الأولى نقول أن المزاج العراقي والثقافة العراقية هي ثقافة نصر للشعب الفلسطيني نعم منذ عام 1948 ربما يعتقد البعض أنه مع الاحتلال كان هناك الدعم العراقي للقضية الفلسطينية إنما هذا يمتد إلى قبل هذه المرحلة يوم كان الصهاينة يسعون بعد الحرب العالمية الأولى في أنهم يبحثوا عن دولة تسمى فلسطين باعتبار كأرض الميعاد لهم نعم هذا السجل موجود وموثق لدينا بالعديد من رجال الدين الكبار الذين ناصروا القضية الفلسطينية وزاروا فلسطين قبل احتلالها نعم والتقوا بقيادات ومنهم الشيخ كاشف الغطاء وكتب عن ذلك ووثقها وكتب قصيدة بحق الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ونصرة فلسطين في ذلك الوقت يوم كان يتآمرون على فلسطين نعم ثم بعد ذلك عندما حدث ما حدث وطبعا هو الظرف التاريخي هو الذي ساعد الصهاينة على أن يحتلوا أرض فلسطين لأسباب كثيرة طبعا نعم هذا الحدث الأول أن هل شارك العراقيون في حرب 48 أقول نعم شارك العراقيون وبجيوش معلومة وألوية معلومة رسميا انطلقت من العراق وشاركت وكان فيها الزعيم عبد الكريم قاسم يومما سميت المنطقة التي فيها هو قد رابط في ذاق الأرض فلسطين بكفر قاسم إلى يومنا هذا ولدينا شهداء وقبورهم شاخصة إلى نعم سيد أكيد دكتور عفوا دكتور أيضا راح نرجع لك ونكمل يوم هذه السلسلة التاريخية وتوقفنا إلى 1948 ننتقل لأستاذ مهند جواد عضو شبكة الهدف أستاذ مهند كيف تنظرون اليوم إلى الدعم العراقي الموجه تكلمنا تاريخيا وتكلمنا من بدايات اليوم القضية الفلسطينية تقريب من أربعينيات القرن الماضي ولكن الآن حادثة كبرى وهي عملية طوفان الأقصى رأيك بردة الفعل الحكومية العراقية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والضيفين الكريمين والجميع المشاهدين الكرام الواقع أنه قضية فلسطين وهذه العملية الكبرى التي حصلت هي أن أطافة كبيرة في التاريخ وفي تاريخ المقاومة الفلسطينية وفي القضية الفلسطينية ونحن نقول الحمد لله أننا نعيش في زمن الانتصارات ولم نشهد زمن الهزائم نعم لأن زمن الانتصارات يقول معنويات ويجعل الفكر متحررا ويجعل الإنسان متطلعا وهذا ما هو الآن يحصل من بداية انتصارات المقاومة في لبنان وجنوب لبنان انعطف التاريخ بشكل كبير حتى وصل إلى هذه العملية اليوم المحور المقاومة من انتصار إلى انتصار ومن مواجهة إلى مواجهة وكل هذه المواجهات تجعله أقوى ويخرج منتصرا ويكون له مكان والرأي ويكون له حظوة نعم وسلطة بين الأمم هذا الأمر الأول الأمر الثاني إنه القضية الفلسطينية بالنسبة للمجتمع العراقي يتفاعل معها المجتمع العراقي في أكثر من عامل وفي أكثر من مجال أولا قضية فلسطين قبل أن تكون قضية عربية أو تكون قضية إسلامية فهي قضية إنسانية لأن هناك شعب يتعرض إلى الاحتلال والإذلال والإضطهاد من قبل الكيان الصهيوني وهذا يرفضه كل إنسان كل إنسان بطبيعته يرفض الظلم ويرفض الجور ويرفض أي شكل من أشكال التعدي لذلك هو يخالف فطرة الإنسان فالمجتمع العراقي أولا يتفاعل إنسانيا مع قضية فلسطين الأمر الثاني إنه الشعب العراقي شعب مسلم وله متبنياته ويشترك مع الشعب الفلسطيني في القبلة وفي الإسلام وفي التاريخ وكل هذا كل هذه الأمور تشكل عامل أساسي أنه تحتم على المجتمع العراقي أن يقف مع فلسطين هذا الأمر الثاني الأمر الآخر أنه المجتمع العراقي لم يكن في يوم من الأيام متخليا عن قضية فلسطين حتى بعض الحكام الذين حكموا العراق ولم يكونوا في السياق وكانوا ظلمه ولكن لم يستطيعوا أن يتخلوا عن قضية فلسطين لأن قضية فلسطين محورية وتعيش في وجدان الشعب العراقي وفي وجدان الأمة الإسلامية لذلك المقياس الأساسي أنه ما هو موقفك من قضية فلسطين إن كان الموقف هذا الموقف متردد أو الموقف هو موقف تطبيع فإن المجتمع العراقي يلفظ هكذا سياسات وهكذا سياسيين لذلك إنه لا يستطيع أحد أن يتجاوز قضية فلسطين فقضية فلسطين حاضرة في الوجدان الشعبي والوجدان الديني وأيضا حاضرة في الجانب السياسي بشكل كبير نعم أستاذ مهند أرجع أو لا أتكلم اليوم مع الأستاذ عدنان الأفندي من فلسطين الباحث السياسي أهلا وسهلا بك أستاذ عدنان مرة أخرى حياكم الله يسعد مساك ومساك أخو المشاهدين وأهلا وسهلا بك أبو ضيوبك ربي خليك أستاذ عدنان أريد أن أتكلم اليوم كيف تقرأ ردود الأفعال أو المواقف الحكومية لبغداد والعواصم العربية الأخرى يعني بداية نشكر هذه الفضائية فضائية الأيام على هذا الشعور المهم والكبير مع القضية الفلسطينية والتي يعني تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومعروف أن العراق يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ احتلال فلسطين منذ عام 1948 وقيام هذا الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية نعم بخصوص داخل الدول العربية يعني نشعر بأن هناك يعني لا يوجد يعني تضامن كما كنا نتأمل كشعب فلسطيني من الأنظمة العربية أنا لا أصدر الشعوب أقصد الأنظمة العربية نعم أكيد التي مطلوب منها أن تقف إلى جانب إلى جانب الشعب الفلسطيني خاصة بأننا نحن نرى على شاشات التلفاز كيف تقوم طائرات هذا الكيان بقتل الأطفال والشيوخ والنساء وتدمير البيوت في قطاع غزة بشكل همجي وهذه يعني عمليات الخط الواضحة لكل العالم ونحن نستغرب لماذا يقف العالم ولا يتحرك متيجة كل هذه الملابح خاصة الأنظمة العربية التي أصبح مطلوب منها أن تستغل هذه الفلسطيني وأن تقف إلى الشعب الفلسطيني وأن تدعم الشعب الفلسطيني في كل مارتية من قوة يعني التضامن والتصريحات لا تصل إلى هالمطلوب من أجل الوقوف ودعم الشعب الفلسطيني لذلك نحن نتوجه إلى كل الأمة العربية والإسلامية وإلى كل قادة الشعوب العربية أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته الفاصلة مع هذا الكيان الصهيوني نعم استاذ أدنان يعني اليوم لو نقسم المواقف ونعرف المواقف اليوم نتحدث يعني على ممكن أكبر البلدان القريبة والمحيطة بفلسطين ما رأيكم مثلا بالموقف السعودي أو الموقف المصري نعم يعني المطلوب هو أن تقوم يعني هذه الدول خاصة يعني مصر والتي يعني تقع على حدود قطاع غزة وكل ما يحدث في قطاع غزة هو كأنه يحدث في مصر لذلك المطلوب أن يكون موقف عربي واضح خاصة من جامعة الدول العربية ومن بعض الدول العربية خاصة السعودية التي كانت يعني تأمل بأن يكون هناك تطبيع مع دولة الاحتلال يعني عليها أن تنظر إلى ما يقوم به الاحتلال من عمليات قتل لكل أبناء الشعب الفلسطيني وهذا الكيان الذي لا يعرف السلام وفقط يعرف القتل المطلوب هو اجتمام عاجل لكل يعني جامعة الدول العربية من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني خاصة من الدول الكبرى التي تقع على حدود يعني فلسطين وحدود قطاع غزة خاصة مصر المملكة العربية السعودية يجب أن يكون لهم موقف واضح وصريح مما يجري في قطاع غزة من مذابح وقتل للأطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت على سكانها بدون رحمة وبدون أي تردد من هذا الكيان الصهيوني يعني أستاذ عدنان سؤالنا الأخير رأيكم اليوم بإجراءات الجامعة العربية ودعوة الوزراء الخارجية العرب إلى انعقاد اجتماع في مصر يبحثون هذا الموضوع هل هذه خطوة كافية وكنت تتمنون خطوة أكبر من هذا الموضوع يوم الأربعاء القادم طبعا يعني اجتماعا لجامعة الدول العربية لن يكفي ولم يكن كافي فيها السابق لأننا رأينا فيها السابق مثل هكذا اجتماعات ولم تجدي نفعا ولم يكون لها أي دور في دعم يعني الشعب الفلسطيني فاصة بأن الأمور واضحة ولا تحتاج إلى اجتماعات المطلوب بشكل عاجل أن تقف هذه الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة لأن الاجتماعات لن تجدي نفعا تجربت فيها السابق لذلك المطلوب هو يعني تحرك سريع يعني من خلال يعني كل الدول العربية وجمع الدول العربية والتوجه للمجتمع التولي واخذ كرارات حقيقية من أجل وقف يعني مثل هكذا مذابح وقتل للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده فاصة في يعني قطاع غزة نعم كل التحية والشكر إليك أكيد أستاذنا الأستاذ عدنان الأفندي من فلسطين الباحث السياسي شكرا جزيلا يا رب السلامة لكم لكل أبناء فلسطين المحتلة أعود مع الدكتور محمود الهاشم رئيس مركز الاتحاد للدراسات دكتور ممكن أنا كنت يعني عادي لي حلقة ونتكلم على مواضع كثيرة ولكن في بداية كلامك حبيت أستثمر اطلاعك الكبير على التاريخ وخاصة موضوع القضية الفلسطينية وصلنا بكلامك إلى عام 1948 وقدمنا شهداء من أجل القضية الفلسطينية وهو القبور شاهدة إلى الآن بعد العام 1948 ريت تسلسل تاريخي لدعم العراق لهذه القضية يعني هو حتى قبل 1948 أوردت لك أن الكثير من علمائنا ومفكرين وكتابنا أيضا كانوا قد ناصروا القضية الفلسطينية عندما أحسوا بالتآمر أنا ذاك على القضية الفلسطينية ثم الآن معركة 1948 أيضا هي حروب رسمية نقول عنها لأنه معظم القطعات والقوات التي شاركت في حرب 1948 هي كانت قوات رسمية نعم وأيضا رغم كل هذا نعتقد أننا قد خسرنا هذه المعركة وإلا كيف جاء الاحتلال واستقر وبسبب أيضا تهاون الكثير من القادة أنا ذاك بعد هذه المعركة كان العرب قد هيئوا أنفسهم وتغيرت الكثير من العناوين للقيادات السياسية على مستوى العرب عموما نعم وكانت طبعا تورة يوليو تموز 52 في مصور في ذلك الوقت الكثير قد من هتف لها واعتبروا رمزية الرئيس جمال عبد الناصر أنا ذاك المرحوم جمال هو الشخصية العربية الفاعلة القومية وكان الحديث عن القومية والحديث عن العروبة والتحضير لمعركة حاسمة مع الصهاينة إلى درجة أن الرجل في إحدى خطاباته قال سنلقي الصهاينة في البحر نعم تصريح هذا تاريخي ومعروف نعم هذا الحدث أيضا العرب علقوا آمالهم كثيرا على هذه المعركة ولكن أيضا الصهاينة قد أعدوا أنفسهم لذلك فضربوا مصر قبل أن تبدأ المعركة نعم البنى التحتية العسكرية تعرضت إلى قصف كبير ومصر وضحها الاقتصادي ما يساعدها أيضا لمواجهة كل هذه التحديات لإعادة البناء فكانت شبه هزيمة لنا بحزيران أسميناها يومها نكسة حزيران نعم وانهال عليها الشعراء والكتاب باللوم على القيادات ودواوين كثيرة كتبت فقط على نكسة حزيران وشاعر نزار قباني شعراء آخرين نعم محمود درويش كلهم لام الأمة على هذه النكسة التي لم تكن لماذا لأن فلسطين بدلا من أن نحذرها استعادوا اقتطعوا أراضي جديدة سينا والجولان نعم 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 فأضافهم أراضي جديدة إلى أراضيهم وبذلك سميت بالنكسة لكن في كل الأحوال نقول أن الأمة قد تحركت ما دور العراق كان العراق أيضا دور في هذه المعركة وأيضا كان لنا شهداء وكانت لنا معارك العراق يندخلوا عن طريقة الأردن نعم نعم دكتور أكيد راح أعود إليك ولكن أنتقل الآن للاستاذ مهند جواد عضو شبكة الهدف استاذ مهند قاعد نسمع تصريحات من زعامات سياسية زعامات دينية على دعوة لتظاهرات يعني رأيك بهذه المواقف يعني الكثير من الزعامات الدينية والسياسية دعت وبصورة مكثفة وشاهدنا ردة فعل الشارع العراقي من خلال السوشال ميديا على استعداد العدد كبير جدا للنزول للتظاهرات دعما لهذا القضية كيف تقرأ هذا الموقف نعم قبل الدعوة كان هناك نزول للجماهير إلى الشوارع وإن كان بدوافع فردية ويعني دعوة غير منظمة ولكن أنه الحماس والتفاعل مع القضية الفلسطينية لا يبقى العراق في بيته إنما يخرج إلى الشارع وإذا تطلب الأمر سوف يشترك في القتال مع فلسطين وكثير مستعدين لذلك إنه هذه الدعوات هي من أجل تنظيم حركة المجتمع وتنظيم هذه المظاهرات لأن هذه القضية هي قضية لا تحتاج إلى دعوة وإن كانت الدعوة مهمة ولكن المجتمع العراقي هو متوجه ومتفاعل كل الحديث الآن في كل الأروقة في كل المجالات في كل المستويات هو الحديث عن فلسطين وقضية فلسطين وكيف أن هؤلاء الأبطال صنعوا هذه المعجزة وهذه الإنجاز وهذا الإنجاز الكبير على هذا الأساس أنه اليوم المجتمع العراقي متفاعل بشكل كبير وسوف يظهر تفاعل من خلال هذه المظاهرات نعم ننتقد نرجع أكيد إلى الدكتور محمود الهاشمي دكتور محمود حنتقل وياك من 1967 إلى 2023 سمعنا وشاهدنا تصريح الحاج هذا العام الرئيس زعيم تحالف الفتح والأضل البارز والرئيسي في الإطار التنسيقي أن نتكلم أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم إسرائيل ستكون المصالح الأمريكية يعني هدف جاهز اليوم لكل المقاومة العراقية ولكل الناقمين على الاحتلال الأمريكي والإسرائيل الأراضي المحتلة هذا صحيح بعد 1967 حرب حزيران وقلنا أنها نكست حزيران هناك من كتب لملم جراحك وعصف أيها الثارو ما بعد عار حزيران لنا عارو إن شاء الله بعد ماكو عارو أحسنت فإذن لملم نجراحنا كما أرصان الشاعر وجاءت بعدها حرب تشرين 1973 نعم وأيضا شارك بها العراق ودخلت القوات العراقية على الصرف أي أنها غير محمولة على الشاحنات كما هو معتول لأنه المعركة احتاجت أن يدخل الجيش العراقي ودخل وأبلا بلا أن تفوق به على كوافة الجيوش ونقول أنها كانت ليست في أكثر من حرب تحريك ولكنها حركت الأمة شيئا بعد ذلك نشأت المقاومة والعمزاج العراقي الثقافة العراقية هي ثقافة لنصرة القضية الفلسطينية نعم ما صرح به شيخ المجاهدين الحاد هاد العامري هو امتداد طبيعي لكل تاريخ المجاهدين الذين ضحوا من أجل القضية الفلسطينية وهذا الشرف الكبير لهم لذلك أنا بالنسبة لم أرى عجبا أن يصرح الهادي وهو ابن الميادين وابن السواتر الذي عرف في مقاتلة الإرهاب والإرهابيين ومن ذلك منازلة الاحتلال ما يقوله الحاج هو يتساوى فيه مع كافة الأخوان المجاهدين لأنه أكبرهم سنا وعندما صرح بذلك كافة فصائل المقاومة قطعا معه في الميدان وهذا التصريح الحقيقة لنس سهل كما يعتقد البعض صحيح إنما هو تصريح يمثل هوية العراق ويقول البعض ألا أنه هذا التصريح مجرد تصريح أقول لا إذا ما أرادت أمريكا أن تتدخل في هذه القضية بل وأقل من ذلك إذا ما شعرنا أن الشعب الفلسطيني في خطر وأنه سيذبح أيضا سنقف معهم ونقاتل ونريق دماء من أجل هذه القضية الشريفة والنبيلة كثير من شبابنا إلى الآن قاتلوا في لبنان وقاتلوا في سوريا ومعروف هذا القتال مع من والجهة التي قاتلت وكذلك في جولان وفي كل الميادين إذا ما يقوله الحاج هادي هو جزء من تاريخ هذه الأمة ولم نخرج عنه بعيدا ونحن كبارا صغارا نقول أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وإذا لم نسترجع الأرض الفلسطينية فكأننا غرباء حتى على أرضنا ونشعر أننا لم ننجز مهمتنا الدينية والإخلاقية نعم ننتقل إلى أستاذ مهند جواد أستاذ مهند لأهمية التصريح أيضا نريد أن أعرف رأيك بهذا الموضوع التصريح الحاج هادي العامري نعم مثل هذه المواقف الحاج هادي العامري وغير من القيادات أنه هذا الموقف أولا يمليه الدين أنه الإنسان يكون مسؤول من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم وأي أمر أهم من قضية فلسطين هذه القضية التي شغلت العرب وأنرقت العرب لفترة طويلة ولا زالت هي هم كبير وهم محوري لذلك أنه المسؤولية الدينية تملي علينا أن نقف مع فلسطين الأمر الثاني إذا نظرنا إلى الموضوع موضوع سياسي أنه كيف يتكتل الطرف المقابل الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الولايات المتحدة يصرح نحن نقف مع إسرائيل ولا نترك إسرائيل وسوف نقوم باللازم من أجل إسرائيل هم يتوحدون على الباطل ونحن لا نتوحد على الحق فحتى إذا حسبناها على أساس لغة السياسة والمصالح فإنه طرف مقابل طرف فنحن لا يمكن أن نقف مع الولايات المتحدة الأمريكية وموقف الولايات المتحدة الأمريكية إذا هي أرادت أن تفتك بالشعب الفلسطيني هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أنه أصلا حتى إذا كان هناك بعض القيادات لا تتماها مع قضية فلسطين فإن المجتمع العراقي سوف يبعد هذه القيادات وسوف يخرجها عن إطار القيادة لأن القضية الأساسية كما بيّنت هي القضية الفلسطينية لذلك هذا الموقف هو موقف ديني وموقف إنساني وموقف سياسي وهذا الموقف هو المعتاد من المجتمع العراقي وكل القيادات ونحن معروف كثير من الشباب قاتلوا في سوريا وقاتلوا في لبنان وقاتلوا في اليمن وكل الساحات الموجودة لمجتمع العراقي والشباب العراقي الموجودين وأيضا سطروا ملحمة القتال مع عصابات داعش ومشهود للعراقي كيف له خبرة في القتال وله شجاعة وله حسن في المعارك وهذا معروف جدا على العراقيين فأنه هذا الموقف هو موقف حقيقي وموقف صادق وهذا الموقف سوف يجعل العدو يعيد كل الحسابات لأنه يجد جبهة مفتوحة وقوية أمامه تصد الأدوان على الفلسطينيين نعم طبعا أكيد ينضمنا ضيف عزيزة الأستاذ صالح القزويني الباحث السياسي من طهران أهلا وسهلا بك أستاذ صالح ياك الله وضيفك بكل المشاهدين ربي يخليه أستاذ صالح أريد أبدأ وياك بسؤال مهم والآن هو السؤال تقريبا أعلى طرحا بالقنوات الفضائية بمواقع التواصل الاجتماعي فرضا إذا قاموا الكيان الصهيوني باجتياح قطاع غزة عسكريا تتوقع شنو ردود الأفعال حيبقون الأنظمة العربية فقط تستنكر وتدعو للتهدئة وحرح نشاهد ردات فعل قوية تناسب اليوم حجم الموقف بسم الله الرحمن الرحيم أكرر التحية لك يا أخي القرية أهلا وسهلا بالتأكيد أنها مجازقة ومغامرة كبيرة للغاية للفيان الصهيوني قوات الفيان الصهيوني أن تبدأ اشتياح غزة القضية ليست قضية أنه تلاك هذا الفيان يعني أسلحة متطورة وأسلحة مدمرة وإنما هناك في الجبهة المقابلة وفي الطرف الآخر شعب مضحي شعب ملة من الإحانية ملة من الظلم يعني بين فترة وأخرى يقوم هذا الكيان بضربه بتدمير مبانيه وتدمير ما يمتلك ثم يعود ويتنكر لكل الاتفاقيات وتنكر لكل ما يوقع عليه خاصة لما يتعلق قضايا الأسرة والمعتقلين بالتالي يجب وضع حد نهائي لكل هذا الاستهدار الاستهدار الصهيوني بغزة الجميع يعلم أنه الكيان يعني يستعرض عضلاته على المباني يستعرض عضلاته على المنازل ليس أكثر من ذلك هذه حدود وقوة هذا الكيان بيّنت مدى قوته من شلال يعني الضربة الحاسمة التي وجهها بسطين أفضل المقاومة لهذا الكيان من شلال الاشتراح من شلال هذه المعرفة المعرفة الكثيرة جدا ضد هذا الكيان نعم الصالح يعني أيضا الجزء الثاني أو الشق الثاني من سؤالي فرضا لو حصل الاشتياح لو زادت هذه اليوم القوة الغاشمة للكيان الصهيوني هذا القصف الأرعن المستمر على قطاع غزة هل راح نشاهد موقف للأنظمة العربية يناسب اليوم حجم الدمار حجم الخسار الكبير القاعد يقدمها الفلسطينيين دعني أقول أن المقاومة الفلسطينية المجاهدين لا يراهنون ذكاتهم على المواقف العربية أو المواقف الإسلامية أنهم يراهنون على قوتهم بالتالي عندما يعني يقدموا على هكذا إنجاز يقدموا على مثل هذه العملية الخطيرة والكبيرة جدا بالتأكيد أنهم يحفظون لما يمتلكونهم من قدرات لما يمتلكونهم من إمكانيات لما يعني يراهنون عليهم من دعم الشعب الفلسطيني بالتالي يعني لمواجهتهم لعملياتهم بالتالي أنا أعتقد أنه الرهان الأول والأخير هو الرهان على الشعب الفلسطيني والمقاومة تراهن على الشعب الفلسطيني وإذا كنا قد راهننا على الأنظمة العربية مواقف الأنظمة العربية فإنها فإننا لن نصل إلى شيء لن نحقق شيء إذا كانت المواقف العربية توصلنا إلى شيء نفاقب قد أوصلتنا نعم لما قبل عشرات السنين هذا في الواقع عندما يعني تقرر المقاومة الفلسطينية ضرب إسرائيل عندما تقرر يعني القيام بمثل هذه المعركة فبالتأكيد أنها حصلت لها حساباتها وبالتأكيد أنه ليس من تلك الحسابات هو وقوف الدول العربية والأنظمة إلى جانبها ربما تخرج تظهر بعض التسريحات ربما تظهر بعض يعني المواقف من هنا أو هناك أو ربما يعني نشهد مسيرات نشهد وقفات نعم لكن كما تعلمون أنه الكيان الصهيوني اليوم الغرب كله انتفض بالدفاع عن الكيان الصهيوني الولاة المتحدة انتفضت ومستعدة لتقديم كل شيء الصهيوني الغرب برمته هل يكفي أننا توقع الشبكة غير مستقرة نعم طبعا نرجع مع الدكتور محمود الهاشمي دكتور أريد أسألك سؤال يعني حقيقة عندي أني فضول وسؤال يسأله الأعداء قبل الأصدقاء ما هو الربط بين تغريدة السيدة الخامنئي اللي كان عنوانها إسرائيل تحتضر وربطها مع عملية طوفان الأقصى هل تتوقع أكو ربط أكو شيء أولا بالنسبة للجمهورية الإسلامية لا ترى حرجا في دعم القضية الفلسطينية نعم كما أن قادة المقاومة الفلسطينية لا يرون حرجا في أنهم يقولون نعم أن الجمهورية الإسلامية تدعمنا بالإعلام وفي الموقف السياسي وبالسلاح وبالمال إذن كل الطرفين معا يقفان في ساحة واحدة لا شك أن الجمهورية الإسلامية عندما تعلن مثل هذا الدعم وقادة المقاومة أيضا يؤكدون ذلك هذا معنى هو مسؤولية أن جمهورية الإسلامية تتحمل المسؤولية التاريخية أمام كل العالم نعم نحن ندعم القضية الفلسطينية نعم هذا الشيء يجعلنا نقول أولا أن المقاومة الفلسطينية هي ستراتيجية وحدة لا تنفصل عن بعضها البعض أي أن حزب الله لا يفكر بعيد عن حماس ولا يفكر بعيدا عن أجهاد الإسلامي كما لا يفكر بعيدا عن الجمهورية الإسلامية والمقاومة فيها عمق المقاومة يمتد من فلسطين إلى جمهورية الإسلامية إلى بقية دول العالم كذلك بالنسبة لليمن أيضا تفكر معنا في جمجمة واحدة فهذا ليس هنا لك انفكاك حتى نقع في دائرة التأويل كما يعتقد الآخرون نحن نفكر معا ونخطط معا تعال نقف معا ونقول نعم أولا هل ممكن لحماس بحجمها هذا المحدود في هذه الجغرافية أنها تدخل هذه المنازلة كبرى مع إسرائيل بكل ما تمتلك من خيالاء ومن سلاح ومن دعم عالمي وداخلي وكذا وهم في هذه الجغرافية البسيطة التي لا تتعدى بضعة كيلوات طيب كيف تدخل هذه المنازلة إذا لم يكن لها عمق للعمق مقاومة في بقية مناطق المقاومة فلذلك لا نستطيع أن ننفصل ولا نريد أن ننكر ذلك ولا نريد أن نتبرأ من هذا الموقف هذا موقف شرف كبير بالنسبة للجمهورية الإسلامية وبالنسبة إلى القائد الإمام الخامني نعم فهو لا يريد أن يخرج عن هذه الهداء ولا يريد أن يتبرأ عنها بل هو جزء منها وما قاله هو عين التطبيق على الميدان نحن نقوله لا يحتاج أن يقوله الجمهورية الإسلامية ولا تحتاج جهة أن تقول أخرى هذا الآن نقاتل معا في ساحة واحدة أي أن اليمن عندما تدخل في معركة مع قوات ما يسمى بقوات التحالف وعشر دول هي تقاتلهم تقاتلهم فقط بشخصية يمنية المقاومة كلا تقاتل بجميع عمق المقاومة ولذلك لم فكاك في مواقفنا نعم نعم دكتور نعم دكتور ننتقل إلى أستاذ مهند جواد أستاذ مهند اليوم يسألون أنه إذا فتحنا عدة جبهات مباشرة على الكيان الصهيوني مثلا فتح الجبهة اللبنانية إضافة إلى الشغال العدو من الجنوب في قطاع غزة ممكن مشاركة بعض الأطراف بهذا الموضوع هل نقدر نقول أنه هي بداية زوال هذا الكيان الغاصر؟ نعم منذ فترة بدأ الكيان يضعف بشكل كبير ويظهر ضعف على الساحة من انتصارات حزب الله في لبنان إلى انتصارات غزة والمقاومة الإسلامية في فلسطين أكثر من مرة واليوم بدأ واضحا للعيان أنه من كان يقول أنه أو متأثر بإعلام الكيان الصهيوني والدول الغربي على أساس أنه يمتلك هذا الكيان قوة حديدية وله قبة لا تقهر وله أسلحة لا تقاوم وله جيش لا يواجه وله مخابرات لا تخترق كل هذه أصبحت واضحة للعيان أنه كلها خدع إعلامية وإن كان هناك شيء على أرض الواقع فهو الضعف الإسرائيلي لذلك أنه تفتح أكثر من جبهة إلى اليوم أنه يتهيب منها العدد الصهيوني لذلك أنه يتحذرون أنه يقومون بأيرة فعل الآن أو يتخذ أي موقف عسكري لأنه سوف يكلف كثيرا هناك على النقيض من يقول أنه هذه العملية سوف تدخل محور المقاومة في أزمة وسوف تجعل غزة مرمى لنيران الصهاينة ويكون هناك اشتياح وقصف ودعم غربي كذلك أنه المحور المقاومة أعد لهذه المسألة ولهذا التوقع إعدادات كبيرة لأنه المحور المقاومة ناضج وله قوة ويتعامل مع الحقيقة ولا يحاول أنه إظهار شيء وأبطان شيء آخر يخالف الحقيقة هو واضح أنه له إمكانياته وله قياداته وله خططه وله إنجازاته ودائما هو يعتمد على نفسه ويستطيع أن يقاوم وأن يحقق أهدافه لذلك أنه فتح أكثر من جبهة في هذه الحرب أمر متوقع وأمر محتمل على أرض الواقع في الأيام المقبلة نعم أستاذ مهند أنتقل وأعود إلى الجمهورية الإسلامية في إيران مع الأستاذ صالح الفزويني الباحث السياسي أستاذ صالح قبل عدة أيام أو قبل عدة أسابيع التصريحات لرئيس الوزراء الكيان الصهيوني وصلت لمرحلة أنه تهديد حتى لإيران اليوم كيف نشاهد عملية من قطاع صغير بالمساحة ولكن كبير بالفعل مثل قطاع غزة جعلت اليوم إسرائيل بحالة طوارئ وبعدد قتلى كبير جدا كيف يفكر بتهديد إيران مثلا هذا الواقع يثير السخرية ويثير الضحف خاصة أولئك الذين يعولون كثيرا على التصريحات التي يطلقها نتنياهو ضد الجمهورية إسلامية في إيران أو ضد المقاومة نتنياهو غير قادر على قمع أو القضاء على مجاميع الضفة الغربية غير قادر على القضاء على كتيبة جنين كتيبة نابلس هذه الكتائب التابعة عن إسرائيل الخرس غير قادر على تخلص منها فكيف بإمكانها أن يواجه إيران بإمكانها أن يطلق الصواريخ بإيران أو يعمل أو يهاجم إيران كما يقول أنا أعتقد أنه هذا الكلام مجرد الهدف منه هو رفع معنويات الجيش الإسرائيلي المنهارا خاصة في الفكرة والأولى الأخيرة بعد ما شاهدناه من طبعات على قضية التعديلات القضائية شاهدنا نوع من الانهيار في الجيش الإسرائيلي في المؤسسة الحكومية في الكثير من المرافق يعني الكثير من الجنود جنود الاحتياط أعلنوا أنه لن يزدحقوا بالجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط القوة الجوية وغيرها أعتقد أنه كان الهدف هو الأساس وهذا رفع معنويات اليوم ترون أنه كيف تلقى نتنياهو الضربة خاصة نتنياهو الذي لا يشبع من تكرار التهديدات لا يشبع من توجيه التهديدات سواء لإيران أو لحزب الله أو سائر محور المقاومة نعتقد أنه بينت هذه العملية بينت هذه المعركة هذا ضعف الكيان السرهيوني وأنه غير قادر على مواجهة مجموعة من الفلسطينيين فما بالك أن يواجه محور المقاومة وما بالك أن يواجه الجمهور الإسلامية في إيران اليوم الكيان السرهيوني يحشى من دخول حزب الله في هذه المعركة يخشى من أن يتحرك حزب الله ويوجه ضرباته القاسمة لالكيان السرهيوني اليوم يطلقون التهديدات في حزب الله يطلقون التهديدات في سائر فصائل المقاومة بعدم التدخل في هذا الموضوع لكن صبر المقاومة له حدود إذا تجاوزت نتانياهو إذا تجاوز حدوده لا يمكن أن الكرة لا تتتحرج بالتأكيد أن الكرة سوف تتتحرج نعم أستاذ صالح بالتأكيد أن العمليات والحرب والمعركة سوف تنقل إلى أمات القفرة إن لم يوقف وحشيته إن شاء الله كل التحية والشكر لحضرتك الأستاذ صالح القزويني من إيران الباحث السياسي شكرا جزيلا وأكيد نشكر الدكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات والأستاذ مهند جواد عضو شبكة الهدف والأستاذ من فلسطين عدنان الأفندي الباحث السياسي إلى هنا أحبة المشاهدين تتهي تقطية قناة الأيام الفضائية المستمرة لعملية طوفان الأقصى وقناة الأيام المستمرة هذه الأيام بالنقل المباشر لهذه العمليات وإن شاء الله من نصر إلى نصر إلى هنا تنتهي هذا التقطي نلتقيكم بدقطيات أخرى إلى اللقاء